قضية الطفلة إيف غزال تحولت إلى قضية رأي عام بعد عشرة أيام على اختطافها وتزويجها بالقوة على خلفية خلاف مادي بين والدها وآخرين وعلى الرغم من هوية الخاطفين المعروفة إلا أن الأجهزة الأمنية لم تتحرك حتى الساعة مسألة فيها رأي للأنون ورأي للشرع إذا صار في حقيقة في كتب كتاب لابنت عمر 13 سنة هي كارثة يعني الحادثة صارت يمكن فيه إشكالات مالية بين بي الصبي وبين حسن مشاك وبين والد الفتاة إشكالات المادية ما بتدفع أنه شخص يجي يخطف بنت صغيرة ليستعملها كورق الضغط بوجه البي أنا مستغل بيكون في رجل دين بلبنان بيكتب كتاب بنت عمره 13 سنة ومش حاملة هوية كيف ممكن تصير أنا متفاجأة أنه الموضوع له تسعة أيام اليوم العاشر بعد الأجهزة الأمنية ما ألقت القبض على الخاطفين وما استردت البنت حسين غزال والد الطفلة جدد مطالبته الأجهزة الأمنية باتخاذ موقف حازم في الموضوع قبل فوات الأوان مستغربا تقاعصها وعجزها ومطالما إلقاء القبض على الخاطفين وإعادة طفلته الوحيدة إلى منزلها جماعة موجودين محل الكرامي دعيتهم معروفة والجماعة يعني عم يروحوا بالشوارع بيجوا بالشوارع يعني دولة شنطلة مني بعد أنه أنا أنزل على الأرض وهددهم وأتلهم وأتلوني حتى بعدين دولة تتدخل شو بدي أقول له إذا إنسان عم يخب بنت عمره 12 سنة شو بديك تحكي مان ما عنده دينة يسمع ما عنده قلب يحس فيه ما عنده عينة تشوف فيه شو بديك تحكي مان شو بديك تحكي مع إنسان عم يستعمل ولد عمره 12 سنة رهيني عنده عشان معامل تجريب بينه بينه اليوم مع بنتي بكرة مع غير بنتي منطق لدولة الميليشيوي انسحب على كل شيء في لبنان وإذا واحدة من ضحايا الفلتاني والتسيب وعدم احترام القانون فمتى تنتهي قصة إذا وتنتهي قصة الدولة المخطوفة